من ماشي من الزمالك؟ ملف كبير كبير بص فيه لعيبة هتمشي خلينا نقول سريعا أولهم طبعا نضاي الناس النهاردة برضو قالت إن النضاي انقطع عن التدريبات ده مش صحة خالص نضاي لحد النهاردة كان متواجد في تدريبات ناتزة مالك بصورة طبيعية جدا بكرة متواجد في تدريب المستبعدين ناتزة مالك ما بيعلنش بقاله كماتش كده ما بيعلنش قايمة لكن خلينا نقولك إن النضاي سامسون متيابة ثلاثة برق قايمة ونضاي متبلغ إن بكرة فيه تدريب للمستبعدين لكن اللي تأكد رحيله هو إبراهيم نضاي ده مش موجود طبعا كان رحل محمود علاء وبالمناسبة محمود علاء قريب من أحد الأندية الليبية كان عنده أكتر من عرض في أندية خالجية لكن من المحطة القارب لمحمود ممكن يكون نادي ليبي ويتم الإعلان قريبا عن هذا الخبر يعني الزمالك مش حاطط قوى كريم قايمة للرحلين دلوقتي لسه جزي جميس في مرحلة تقييم ولكن الأعرب إنه هو هيطلع عدد كبير من لعيبة الناشئين اللي بيجربهم ده لأعراض جميس هيختار كم واحد يكمله معاه والبقى هيطلع أعراض نمار من ضمن اللعيبة اللي ممكن يطلع أعراض مش بيع أعراض لكن رحيل رحيل لا لسه حتى الآن ما تحطش قايمة للرحلين بما فيهم عواد اللي عقده بينتهي بما فيهم أوباما اللي عقده بينتهي عظيم مسلوسي قاعد المسلوسي قاعد ومكمل ده المحترف اللي ضمن مكانه مع الجزيري مكمل مليون في مئة هو عرض شفحي يعني جاله عرض مكالمات شفحية كده مش عرض رسمي ما فيش عروض رسمية ووصلت له حتى كمان سريعا بمناسبة عواد عشان قلنا اسمه عواد عواد امبارح حصل كلام معاه في ملف التجديد امبارح انا بقولك بالتحديد اهو امبارح كلم معا كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة تم تقديم عرض لمحمد عواد عواد رفض هذا العرض لأنه عرض ماديا أقل من عقد محمد صبح اللي جدت به نادي الزمالك شايف ان محمد عواد العقد السابق كان برقم كبير جدا فانت بالبلدي يعني اتروقت فعاني الفترة الجاية زي ما محمد صبح عانى فمحمد صبحي اتعمل له عقد محترم العرض اللي اتعرض على عواد امبارح عواد رفضه لأنه أقل من محمد صبحي تقريبا احنا بنكلم في نص الراتب اللي كان عواد بياخده السنين اللي فاتت فطبعا ده صعب لكن نادي الزمالك العرض عندك حابب ان انت تكمل او توافق نكمل مع بعض تمام مش حابب فلسه المرحلة بقى شدة وجذبة عظيم